اشتركوا في القناة احدى حفلات نقل المسافرين قرب المحط الطرقي للعرائش ما ادى الى احتراقها بالكامل واندلعت النيران بشكل مفاجئ بمحرك الحفلة التي كانت في رحلة تربط بين العرائش ومدينة طنجة وذلك بسبب ارتفاع درسة الحرارة بالرغم من محاولة السائق ومساعده اخمد النيران الا ان محاولتهم بات بالفشل وقد تم انزال جميع المسافرين من علامة الحفلة في وقت حضرت فيه عناصر الوقاية المدنية التي بشرت عملية الاطفاء